موسيقى عشان بتبقى حملة نقلة المرض أو ما تعقمتش كويسة أو ماعملش عملية كويسة في التعقيم فتبقى سهلة جداً ينقل الأمراض خاصةً فيروسية أهلاً بكم هو السؤال المهم الناس تخاف من دكتور سنان عشان اللي بقولوه ده يعني عشان شوي ما حاجة في القرن اللي إحنا فيه ده في السنة اللي إحنا فيه هديه هل ممكن حد يخاف من إبرة؟ مش منطقي ولا يخاف من المشاكل اللي ممكن تحصل من السنان اللي بايزة ده المنطقي يعني وزن إيه خايف من شكة إبرة ما بتقلمش دلوقتي ده الرفاهية الطب الأسان دي وصلت لمرحلة إنهم بيحطوا بنج للبنج يعني عشان قبل ما حطتلك حقنة البنج ببنجلك الحتة بحاجة كده زي البتاع وبعدين حقنك لكن فيه كوارث بقى يعني مثلاً فيه علاقة وثيقة بين تدهور صحة الفم وبين سرطان الكبد يعني اللي يطنش سنانه ويسيبها تدهدل ودموز وتتدهور فيه دراسة وثيقة أجراها مين بقى؟ أجراها جامعة كولينز في بريطانيا أوجدت علاقة بين الاتنين بين مشاكل الأسنان وبين سرطان الكبد وعملت الدراسة أصيب على كام؟ على أربعة تلاف تسعة وستين أربعة تلاف تسعة وستين واحد أصيبوا بس طاني كبدوا وجدوا أنه تلاتة وتلاتين في المية دول كانوا بيعانوا من تراجع في الصحة الأسنان لنسبة مش قليلة مش قليلة خلي بالكوا بقى أنه الأسنان مشاكلها كتيرة يعني برضو نخاف على أسناننا ولا نخاف من دكتور السنان طب إيه رأيك أنه في علاقة وثيقة بين نظافة الأسنان وبين الحاملة عند السيدات اللي بيهتموا بسنانهم عندهم فرص الحاملة تزيد يبقى ما نخافش من دكتور السنان احنا خاف من سناننا البيضة والنهاردة في حاجة مهمة قوي نتكلم عليها جديدة تكنولوجيا جديدة دخلت مصر وأكيد طالما اللقاء مع ضيفي العزيز أكيد يبقى فيه مهاردة حاجة حلوة جدا جدا هنستمتع بفهمها حول طب الأسنان عشان تقدمنا خطوة ورا حاجة مهمة جدا نسمى السخة في طب الأسنان أكيد طالما مع ضيفي العزيز واحد من نجوم هذا المجال الأستاذ الدكتور الشادي علي حسين كل الطب ببني على أداك نوز تشخيص إهمال الأسنان كاليس يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية اللي عمل ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوات تجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ طالما لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايما الناس بتهمل الأسنان في مرحلة دي عالم طب أسنان الأطفال بقى عالم مهم جدا شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جدا من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة من دار تحضير في أربع ساعة عابت خلص الزرح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من لديك داخل الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية للطب الأسنان الرقمية نهاية الدكتور موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة ما احنا لازم يعني نترانسفورم كده انا قلتلك دايما الطب السنان بقى عامل زي الافوليوشن بتاع الكمبيوتر والتكنولوجي وهو بقى كله كمبيوتر باستكنولوجي فيعني الافوليوشن كل سنة بتلاقي فيه ثورة فيه عالم اللي تعوي يمكن العالم بيجري بسرعة الساروخ في مجال زراعة الأسنان يعني يعني ممكن اكتر من بقية التخصصات كلها ان زراعة الأسنان يعني كل الناس بقى تمركزة قوي قوي دلوقتي في موضوع ان ازاي الاكسبيرينس بتاعة الزراعة تبقى the top of the line يعني يعني هي بقى ده هو الانفنشن او هو ده الاختراع ان انا اعمل اه زرعة سنان فيمكن البقى هو قطاعين الزراعة الأسنان بقى يعني عبارة عن نصين هي نص هو عبارة عن الزراعة نفسه اللي هو خاص بالجراحة ونص تاني اللي هو التركيبات وعندنا هنا جديد وعندنا هنا جديد فيه تكنولوجيا جديدة يعني النهاردة واحنا بنجهز بالحالة حاجة مزهلة احكيني بقى ايه جديد ده جويس يمكن لما كنا بنتكلم دايما بنتكلم قلنا عن new line اللي هو التاي دايمند بتاع التركيبات بتاعة الأسنان او الباكتجينج الجديد بتاع الأسنان اللاين اللي بقت شاين يوايت عاملاله يعني فوكس ومدخلا مصر بقوة وهو يمكن زي مثلا كده ايه فكرة لأول ما نزل الأشعة المقطعية وأول ما دايما نزلت السيرك وفي المجالات التانية أول ما اخترعوا موضوع الحقن المجهري يعني عارف اتسائل الوبيوشن يعني هو اختراع الحقيقة رهيب جدا الفكرة ببساطة ان كانت دايما المشكلة اللي بتقابلنا ان احنا ازاي نزرع أسنان بدون دراح طيب وبعدين تدت تقابلنا مشاكل ان انا النهاردة عندي فيه فيه variation او فيه درجة من الاختلاف ان احنا كنا بنصمم الحاجة على الكمبيوتر تمام وبعدين بنعمل حاجة اسمها دليل جراحي فالدليل الجراحي ده كانت فايدته انه هو ينقل الصورة اللي موجودة على الكمبيوتر للصورة للواقع اللي في فم المريض فده اسمه العلمي بتاعوها افهمها بالطريقة يعني الكلاسيكية بتاعتنا ان احنا بنبسط العلم ده اسمه العلمي static navigation كويس static navigation يعني ان انا ببساطة انا رايح مشوار دلوقتي رايح الدقي رايح one scene فبعمل ايه بقوم يعني كان زمانه بيسأله يقول له اروح ازاي يقول له انه بيخشي مين وخشي شماله ويوصف له التطور ال static navigation كان عبارة عن ايه ان انا بجيب خريطة مضبوعة على ورقة وايه او مواخد المكان فين وامشي اعمل line يمشيني عليه وافضل ماشي على الخطوط الخطوط اللي على الورقة الورقة اللي انا عملتها سابقة تمام ده اسمه static navigation static يعني ثابت يعني مش تفاعلي مش dynamic لو في متغيرات حصلت في الطريق ده لقيت في حفرة لقيت في مشكلة ايانو الطريق انا وقفت انا وقفت لان انا خلاص كنت عامل pre planning كنت عامل التخطيط قبل ما ابتدي اشتغل كويس فده اللي هو كان الدليل الجراحي ان انا كنت بخطط على الزرعة فرضا مثلا بقى العظم طلع مثلا مارن طلع فيه variation او درجة من الاختلاف ما بين الحقيقة والوضع الحالي اي مفاجأة تحصل داخل الجراحة انا غير جاهز لها لو حصلت جد جديد داخل الجراحة تمام بالاضافة لان انا كنت ملزم ان انا عشان فيه درجة variation او درجة اختلاف ما بين open نص ميلي ما بين الحقيقة وما بين static navigation ده فكنت لازم ابعد عن اي vital structure يعني ابعد عن الجيب الانفي ابعد عن العصب على الاقل 2 ميلي فده كان بيديني شوية limitations تمام جيه فيه او فيه دايما حقوق ملكية بتبقى موجودة للاختراعات اللي بتنزل في العالم فيه حاجة اسمها motion detection camera اللي ممكن شايفها في الصورة دي دي اسمها المربع اللي اللي كان متصور ده دي اسمها motion detection camera الموشن detection camera دي كانت فين؟ الكاميرا المتتبعة الحركة اه الموشن detection camera دي كانت فين؟ في الطائرات ال F35 وال F18 بتاعة الطائرات الحربية اه كويس؟ اللي هي بتقوم عاملة locking على الصاروخ وتقوم ماشية وراء الطائرة وتخلي الصاروخ يقوم ضربة بي الطائرات مام كويس؟ فالموشن detection camera دي كانت exclusive على الحاجات العسكرية مام فاجوم البيتنسي بتاعتها خلصت اللي هي البي تنسي دي Cult هو ملكي كويس؟ فابتدوا انه هما ينفع استخدموها في الطب واستخدموها على فكرة في السيكيوريتي في الأمن ها في الأمن كيما بيجوا يصوروا مسلا اللي عشان يكونوا يفهمهم يعني مثلا أنا عايزة تصور جراش الجراش الكاميرا ما بتشتغلش إلا لو حاجة تحركت لا بس ده موشن ديتيكشن مختلف يا كتور عيبي ده إيه بقى؟ لا ده بيلاك التارجت يعني إيه؟ يعني أنا بحدد له إن ده صوره وافضل ماشي معاه آه دي قصة تانية بقى فهم؟ افضل ماشي وراء وهو مانين ما يروح تمشي وراء آه فهمت دي معنى كلمة موشن ديتيكشن كاميرا إن بتمشي وراء حركة التارجت بتعمله لك كويس دخل الطب دخل الطب فكانت فكرته ببساطة إيه؟ فكرته ببساطة هو جهاز كويس اسمه جهاز الأشعة التفاعلية كويس زي جهاز الأشعة المقطعية كده بس هو بيفولو أو التطور بتاع جهاز الأشعة المقطعية بقى أصبح في حاجة اسمها جهاز الأشعة التفاعلية ده ببساطة بيقوم عامل بيقوم واخد الأشعة المقطعية دي ويركبها على وش المريض اللي قاعد عندي على الكورسي ويبتدي فيه بروب معين أو حاجة معينة أداة معينة الأداة دي فيها شكل معين الكاميرا دي بتقرأ ده منظر الجهاز اللي هو النافيدانت فيه اتنين موشن ديتكشن كاميراس الموشن ديتكشن كاميراس دي بتقرأ الجهاز بفور مريض الأشعة المقطعية بتاعته وياخدها الجهاز اللي هو النافيدانت يبتدي أول خطوة أعملها عليه إن أنا أعمل تصميم للزرعات على الجهاز زي ما كنا بنعمل تصميم زمان أقول له أنا عايز أحط الزرع في الحتة دي الزرع دي بقى في حتة وطيفر في أني حتة حيخليني أحطها الأكيروسي بتاعته 0.0003 من الملي يعني 3 من العشر تلاف من الملي يعني درجة دقة عالية جدا كويس تقريباً تساوي 0 ويبتدي الجهاز يقوم جايب لك على الشاشة مكان الزرع وتقوم أنت مافك الزرع عشان تحطها أول ما تحط الزرع على بق المريض يقوم الجهاز ما طلع لك المقاطع اللي حريك شايفها دي مقطع عرضي ومقطع طولي وكل المقاطع فيها مكان الزرع وإيه منج تارجت حاجة زي اللي بنرمي عليها بالسهم كده تقول لك أنت فين من مكان الزرع اللي أنت عايز تحطها لأ خش يمين شوية لأ خش شمال شوية فين من المكان الصحيح للزرع من المكان الصحيح للزرع اللي هو رسمه بالمواصفات اللي عملها بالأشعة المقطعية بالزبط كده ويبتدي يوجهك أثناء الجراح تسريل تايم نافيجيش كويس أثناء الجراح يعني ملاحة تفاعلية حية أثناء الجراح أنت دلوقتي قريب من عصب لا ميل شوية إبعت شوية إنت دلوقتي داخل جامد قوي لا إرجع سنة إرجع سنة تعالي مين سنة تعالي شمال سنة تعالي قدام تعالي وراء اطلع فوق أول ما توصل للعمق المطلوب تسفر ويوقف لك الدوران بتاع الزرعة فبالتالي هو بيوجهني كأن أنا ماشي بالجي بي أس بالعربية وكمان هو اللي بيديز بنزين وفرام كويس فأصبح الزراعة اتسجرني ده رحلة إحنا طلعين رحلة نعمل زرعة كويس ده مش ما فيش جراحة ده لما في جراحة ولا في رسك ومش شايف قبل لا ده أنا شايف أسناء ساعتك وأنا شغال أنا شايف العظم من جوه شكله عامل إزاي يعني أنا كده بعوني لا ممكن حريك ممكن تزرع عادي عادي جدا حريك ممكن تزرع مش أنا أزرع كمريد كدكتور حضرتكم المشكلة بقى ده غرور رهيب اللي هتمنع حضرتك من الزراعة إيه بقى إن أنا معايش ترخيل لأ الليرنين كير أو إن أنت تتعلم إنك تشتغل من غير ما تبص جوه فم المريد وإنت بصص على الشاشة بحتاجة سنة عزي البكريسكوب بتاع علاج الجزء كده الليرنين كير أو نيورو ماسكولر كوردينيشن أو التفاعل ما بين العضلات والمخ عشان نوصل لإن أنا حد يعرف يشتغل بهذا الجهاز بيحتاج سنة طيب دي أول مشكلة المشكلة التانية إن أنت النهاردة ما فيش غير 18 جهاز على مستوى العالم تمام الترينينج بتاعه مفيش غير اتنين ترينير مفيش غير اتنين بيدربوا على الجهاز ده في العالم كل على مستوى العالم فهم اتنين عملنا ايه جهاز ده الحمد لله إحنا عندنا في شايني ويت إحنا بنتهى كده معايد الوقت إحنا جايبينه بقلنا بالزبط سنة شغالين بنتدرب عليه دي نمرة واحد جبنا انترناشنال ترينير ممكن الفيديو معنا جبنا راجل انترناشنال ترينير هو واحد من اتنين على مستوى العالم جوه شايني ويت وجبنا التيم بتاع شايني ويت بالكامل علشان نضرب الناس إن هم يعرفوا يشتغلوا بالجهاز ده طبعا هو صورة بكل المقاييسة دكتور عيمان من تعبيرك الوجهي أول مرة شوفك مركز أوي كده يعني أنا بشوفك مركز بس مش بالطرقة دي ها هو ده تعبير ده ده فيديو عفوي يعني ده تصور من غير ما ياخد باله ها بالزبط ها فهو إحنا يعني الموضوع كان علشان نوصل دائما هو هو دائما هو سهل زائما هو صعب هو السهل الممتنع هو سهل جدا هو سهل اللي تضرب عليه اللي تضرب عليه بالنسبة للمريض خلاص هو هيخش هيعرف تشتغل عليه فجأة على طول هيعرف قضي يلاقي حاجة تخلصت بسرعة بس عشان توصل لأن انت الكاليبريشن والقياس القياس وأن انت الجهاز يبقى عارف الموفمينس بتاعته وطول ما انت شغالت بقى الكاميرا شايفاك يعني لي يعني تكات علمية وعملية كتير جدا علشان تماستر انك تارغف تشتغل به يمكن دي يمكن كانت من تاني أصعب حاجة اللي واحد يتعلمها في الطب انه يشتغل بجهاز بعد المايكروسكوب زي ما انت بتقول يمكن الكات كام والسرك والحاجات دي كلها انت مجرد بتتعامل مع السوفتوير كانت كام والسرك دي صوفتوير وحتى احنا نبقى يعني يعني سزجل منقول ان هي صعبة في التعامل لا ايضا صعبة يعني عايزة مهيبة او عايزة كل حاجة لكن بعد شهرين ثلاثة اربعة الانسان بيبقى مطقن كويس الصوفتوير وبتعامل مع مكنة السرك عادي بالضبط فهي الحقيقة الحمد لله يعني دلوقتي وصل لسكور اللي عملناها سكسسفول كيسز او حالات نكحة بالتعدي سبع تلاف وخمسمائة زرع بالنفي دانت بالنفي دانت في شرين يويت وصلنا الحمد لله لسكور سبع تلاف وخمسمائة زرع نكحة بهذا الجهاز عايزة لك كان سؤال بقى يعني اعلامي الفايدة نقرب شوية من الناس فايدة النافي دانت عن الاساليب الكويسة جدا الحديسة اللي كلنا نتكلم فيها للزراعة لغاية من 3-4-5-6 شهور مثلا كويسة احنا كنا بنستخدم الاشياء المقطعية كنا بنقول مش عارف ايه ايه فوائن اكلينيكيا حل شكل العضم كويس عادة لو بنتكلم مثلا عن الفاك السفلي الشكل بيبقى بتاع العضم بيبقى عامل زي التير دروب او قطرة المي شكله عامل كده الفاك السفلي بيبقى عامل كده وبييجي العصب عادة بتاع الفاك يا يمين يا شمال يا ام في النص بس عادة بيبقى يمين وشمال في مناطق معينة انه هو بيمشي حرف اس العصب بتاع الشفة ده بيمشي على شكل حرف اس جوه الفاك ف انا دلوقتي احيانا كان من احلامنا كده كاترة سنان ان انا لما يبقى العصب قريب جدا من سطح العلوة بتاع الفاك ان انا اقول يا سلام لو عرفت اعدي جنب العصب ده وحط الزرع جنبه من غير مأزيه الكلام ده كان في الستاتيك نافيجيش المستحيل الستاتيك اللي هو اشعة مقطعية واعمل واعمل الزرع على الاشعة المقطعية واروح اعمل دليل جراحي او معامل الفكرة في الدليل الجراحي انا بيبقى عندي زي دايرة بيعملها لي فراغ بخرم من خلاله او بحط من خلاله الزرع فبيبقى في العظم اه بيبقى فيه ميلي بتتحرك فيه مين وشمال ممكن وانت ماشي لو مشيت جنب العصب تلتش العصب فالسفاري ريسكي ما كانش حد فين يقدر يعمله كنا نخاف جدا ان احنا من حاجة زيك فكنا نتجه لإيه ان احنا اخد من عظم الحوض ان انا اخد من عظم الفك من ورا وقوم حط شريحة عظم من فوق عشان احط فيها الزرع عشان العصب قريب عشان ابعد عن العصب ورايح دماغي دلوقتي النهاردة انا بالريل تايم نافيجيشن انا شايف العصب قدامي فانا بقى قوم داخل اه انا عايز خش من جنب العصب في الحتة دي طب خش دي اول لط تاني حاجة فك العلوي ده يعني ايه هو دايما المشاكل ايه في الفك السفلي في الفك العلوي تمام فك السفلي مشكلتي دايما في العصب ان انا ابقى خايف ان العصب يطلتش كويس فبنقوم ايه عاملين بالاشعة دلوقتي التفاعلين انا ممكن انا مش جنب العصب وانا ايه عامل زي اللي ماشي بالعربية كده وبيعدي من ايه من حفرة انت شايف انت شايف كويس فانا العصب اهو بقوم اه والله داخل جنبه وداخل حطة الزرعة بتاعتي ولا زرعة للعيانة عضمة ولا اي حاجة دي اول نقطة النقطة التانية لما كنا بنيجي نعمل الالونفور او الزرعات في الفك العلوي كانت مشكلة دايما في الجيب الانفي اه كويس عندي عضمة هيلة هيلة اسمها التريجويت بون تمام التريجويت التريجويت بون دي اخر الفك العلوي تمام مشكلة العضمة دي ايه ان هي اولا رفايع جدا ثانيا ماشي جنبها الجيب الانفي تخنتها رفايع جدا يعني انا بتكلم في عضمة وتخنتها سبعة تمانية ميلي تمام ده الوفرول الانجل بتاعتها او الزاوية بتاعتها بتيجي هي بتبقى جوة قوي فما فيش دليل الجراحي يقدر يخش عشان احط فيها رغم ان انا حطت زرعة في العضمة دي تمسك زي الحديد عشان احط دليل جراحي في العضمة دي يبقى لازم اخد impossible angle او زاوية مستحيلة ان انا ادخل الزرعة من جوة من زور العين مستحيل انا احتاج ان انا دليل الجراحي ده هو بيبقى عامل زي والفتح بتاعته من فوق فانا دلوقتي مش عايز اخش من فوق انا عايز اخش من الجنب او عايز اخش من قدام ما عارفش عامل الدليل الجراحي لازم يخش من فوق فانا عشان اخش من فوق اخش في العضمة دي يبقى انا لازم اجيب الاداة بتاعتي من جوة زور العين مستحيلة حاجة التالتة ان هي حواليها vital structures كتير جدا حواليها حاجات حيوية كتير جدا ده انت قريب من قاع جمجم كويس فبالتالي لقدر الله لو مثلا الدلج راحي فيه ملي ولا حاجة لاي نفسك الزرعة دخلت فقاع جمجم فكان مستحيل يعني كان حلم ان احنا نحط تريجويد ايمبلانت وكان مستحيل كويس النهاردة انا بحط تريجويد ايمبلانت كده في دقيقة بكون حاطة الزرعة واحد ما عندوش بيجيلي ناس يقول يا دكتور بص يعديلي اسامي الدكتورة اللي بتنزل في التلفزيون ولا بتنزلش في التلفزيون ويقولي روحتولهم وقالولي مستحيل تزرق ما عندكش عظم هبص ألاقي تريجويد بون قد كده بس حاسب يبص تريجويد بون طبعا صعبا عاملها ازاي من غير النبي ده انت مستحيل مستحيل وهم مصورين له وهم دخلينه وعملين له تريجويد ايمبلانت وحطينه زرعتين قدام وحطينه كوبري 14 واحدة منستغله في نحن نعمل الكوبري ده بزبط عندك فدي حلت لنا ده اول حتة اللي فاتت دي حتة يعني فانية عاوي لها زرعة عالعظمة جوه اسمها التريجويد عظمة رائعة لكن الوصول لها صعب النافي ده ايه ده 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 خلني ازرع عليها زرعة كانت قبل كده تعتبرش بمستحيل ده اللي انا عايز بس الناس تلخص له عشان اللي احنا قلناه علم 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 جامد اه النقطة التانية دي انا دايما بحب تالتة بحب حط الحاجات بدرجات الاهمية انا كنت بعمل دليل الجراحي كنت بعمل ايه كنت باخد مقس كويس ومشي المريد واعمل تصميم وبعدين او عامل خارط الدليل الجراحي واجيب المريد عشان اشتغل ديه فكان بيحصل حاجة من اثنين بيقدر ان المريد ما بيعملش دليل الجراحي يا اما المريد يخاف بعد ما يبتدي في الخطوات يخاف يا اما الدكتور يكسل كويس خطواتين زيارتين قبل ما حط الزرع فكان عادة ان الدكتور عشان تستسهل فتشتغل بدون دليل جراحي عشان يضمن الزبور عشان يضمن الزبور فكان استخدام مش عامل خاصة في مصر يعني كان معظم الناس حتى اللي كانوا بيقولوا عندهم دليل جراحي ما كانش بيشتغل بدليل جراحي كويس؟ دليل جراحي هو حاجة بتمكنني ان انا حط الزرع في مكانها بالزبط الدكتور دلوقتي هو مش محتاج نعمل اي حاجة المريض هيصور والمريض قاعد على الكورسي هيتعمل البلان هيزرع وهو قاعد خلق؟ وانا مش محتاج اعمل حاجة فيزيكل مش محتاج اعمل حاجة اطبع حاجة او اخرط حاجة علشان احط من خلال هالزرع على الديزاين بوزيشن لا على المكان المظبوط مكان المظبوط ده هي هتقولي وانا اشغل في الجراحة فين المكان المظبوط كويس؟ فاصبح تايم فاكتور انا وفرت خطوات كانت بتخليني شغال عمياني برضو خلينا نشوف مع بعض الـ الـ او ازاي احنا بنعمل الخطوات بتاعت الموضوع ببساطة اول حاجة زي ما اتفقنا ان المريض بيجي يقوم نصور الاشع المقطعية بتاعته اللي هي اول خطوة اللي اول خطوة اللي انا منصور عشان نشخص اصلا كمان بتصورش حاجة سبيش ثم بعد كده بنبتدي ناخد الاشع المقطعية دي نقوم سحبينها عالSofitware بتاع الجهاز دي حاجة مبتاخدش تلاتين سانة وابتدي إن أنا أمسك الأشعة المقطعية دي أقوم منخطط للزرعات على الأشعة المقطعية اللي هو ده بيحصل دي اللي هو ده بيتعمل ده زي اللي كنا بنعمل وزي ما أي لقاية كده الخطوات متكررة متكررة أجي بعد كده أقوم جاي عامل حاجة اسمها دي الموشن ديكشن كاميرا بوجهها للحتة اللي أنا هشتغل فيه هشتغل في الفك الأول وأشتغل في الفك السفلي وابتدي الأداة اللي هي زي ما حيك شايف فيها كده فيها أشكال معينة هي دي اللي بتقراها الكاميرا ابتدي الأداة دي أقراها على الكاميرا أقول لها أنا هو تمام؟ تبتدي تقول لي طيب خلاص بعد إذنك أنا قريت ابتدي اشتغل ابتدي أوجه هقول له أنا هبتدي بالزرع أول ما بقرب بقى أنا مش هحتاجة أقول له أنا هبتدي بقى أنا زرع أول ما بقرب من الصايد بتاع الزرع بتدي صفر ده هو عاملك فعلا ممكن إنه هدف يعني أنا عايزك تيجي في الحتة الحمرة بالزبط هيسمع تارجيت بتبتدي تديك 3D أنا فكرة دية فعلا كانت في التقارات الحربية لما يجي ويدربوا هدف وطوب جن ومش هاركيف في فيلم توب جن بتاع زمان بس طبعا ما كانش دقيقات بعد توب جن يعني توب جن ما فيوش دي أعتقد إنها جت بقى في الحاجات المتطورة اللي هي بقى اليوم لاستقلال حاجات بتاع دانزل بتاع دانزل واشنطن ما هو شايني ويدسا فينا فضائية فإحنا بدايما بنعمل حاجات فضائية فبيبتدي يوريك لاتجاه عارف بقى ده اللي بقولك عليه محتاج الحركة البسيطة الحركة البسيطة إنت عارف حركة الحركة اللي بتتحرك بيها الأداة دي الحركة دي ده لا تتكاد تكون ربع ملي ولكن بتقولك لأ دا انت حركت ملي ربع ملي اتنين ملي وتقولك ده اللي شايف الخط الأصفر ده اللي عمال ينزل وبيبقى أخدر وأصفر ده ده اللي بيقول بيصفر لما بيتقرب توصل للطول في الأول بيبقى أخدر وهي بتدي بأصفر لو توصل للطول لو عديته بتدي بأحمر وتوقف الدوران بتاعه مستحيل يعني zero error مستحيل تقدر أصلاً إنت تنزل عن الطول الديزاين تفاهمني خلاص هي قالت لك أنا كده وقفت تيت 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 وتقوم مزمرة وحدودة دي بتاخد وقت قد ايه 30 ثانية هو تقريباً نفس التوقيت اللي احنا شرحتنا اللي اعرضناه اه بتاخد لها 30 ثانية كده تنزل فيها اللي تاع خلاص اللي هي الخطوة الأهم ما هو الفيديو ده ده تسريل تايم يعني زرعة بتتحط كويس فإذن وضع الزرعة أصبح رحلة خلوية رايح كده بتمشى بالعربية وسط الجناين وفتح السقف والله انت بتفكرني بحوارك ده يعني فيه فيلم كده جميل يعني كنت بتفرج عليه اسفك لوة أطلس بتفكرني في الأفلام ده اه اه لا هو هو أنا بقوللي الدكاترة كده يعني هو حتى الاكسبريشن ده أعود لك المصطلح ده أنا أخدته من مريض بعد ما خلصتله بقول له يا دكتور بقول له مبسطت قال له يا دكتور دي كانت رحلة بالعربية تكبر ليه وسط الجناين تكبر ليه الحضرة ديف العجيز المبدأ في حواره دائما يعني فسحنا وسط الجناين في العربية تكبر ليه السيد دكتور شدي علي حسين دورت ربانا أخليك دكتور عيو موسيقى موسيقى